موسيقى بـ 30 نيسان 2013 تقدم العماد ميشيل عون رئيس تكتل تغيير والإصلاح أنا ذاك باقتراح أنون إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية اقتراح ما طرح لحد اليوم على الهيئة العامة وموضع حتى على جدوى الأعمال أي منه لأنه بالأساس ما أحيل لأي لجنة لدرسه تستهدف هالمحكمة الجرائم اللي بتوقع على المالية العامة والأموال العمومية وبتشمل صلاحيتها هالجرائم بحال ارتكابة أو المشاركة بارتكابة أو تغاضي عن ارتكابة من قبل الرؤساء والوزراء والنواب ومجالس الإدارة والمجالس البلدية والموظفين والمستخدمين من الفئات الثلاثة العليا بالإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات سواء كانوا بالخدمة الفعلية أو من السابقين من أهم الأسباب الموجب اللي استدعت التأدن بهالاقتراح تحول الفساد إلى ثقافة واعتبار القيمين على إدارة مال العام والتطول عليه شطارة ومخالفة الدستور حتى من قبل القيمين عليه بطولة بالإضافة إلى استنكاف القضاء عن إحقاء الحق على رغم الإخبارات الرسمية المؤدمة لألو وتعذر المسائلة والمحاسبة البرلمانية بسبب التوزنات السياسية القائمة بالبرلمان حتى من استفيق متأخرين على خراب البلد وأفليسه إذن تقدم العماد عون باقتراح أنون إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية يلي بموجب الاقتراح بتكون مرتبطة بمجلس النواب يلي بينتخب أعضاءه هالأعضاء بيقسموا اليمين الآنونية أمام المجلس النيابة بجلسة علنية بنص اقتراح الأنون على إعادة تنظيم النيابة العام المالية بحيث بينتخب مجلس النواب قاضي من بين القضاء العدليين أو الماليين بالدرجة 12 ليكون نائب عام مالي بيتمتع بجميع الصلاحية والمهام يلي بيتمتع فيها النائب العام لدى محكمة التنييز تجهل قضاء التابعين لأله والمدعين العامين الاستئنفيين والضابط العدلية بيملك صلاحية تحريك دعوة الحق العام أو الإدعاء مباشرة أمام المحكمة المالية الخاصة كما بيقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المحكمة الخاصة وبيقوم مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبيض الأموال بقوى الأمن الداخلة بمهام الضابط العدلية أما الإدعاء أمام هالمحكمة فبيتم إما بإخبار مؤدة من 10 نواب على الأقل أمام النياب العام المالية أو بناء على تقرير من التفتيش المركزي أو على قرار من دوان المحاسبة وبيهضف إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية للمحاسبة على الجرائم المرتكبة بحق المال العام علما أنه لا يزال لهلأ أي بعد 7 سنوات من تقديمه بطور النقاش بعد ما أخذ قصته بأدراج مجلس النواب ولم يفرج عنه إلا بالعام 2020 لا يدرس من ضمن منظومة مشاريع واقتراحات الأوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على إثر أحداث 17 تشين الأول 2019 وتدهور الأوضاع الاقتصادية والميلية من بعد اقتراح الأنون اليوم أمام لجنة الميل والموازن اللي بيشارت بدرسه واستضمت باعتراض شديد من بعض القوى السياسية ومن قبل القضاء العدلة يلي اعتبر أنه إنشاء المحكمة الخاصة بينطئس من صلاحيته بالنظر بالجرائم اللي بتتناول المال العام مع العلم أنه هالقضاء بالذات مبت بأي جريمة مالية وتناسى يمكن 16 قضية تضمنها كتاب الأبراء المستحيل وبتشكل كل قضية منها أخبار مفصل وموثأ وهذا على سبيل المثال لا الحصر ترجمة نانسي قنقر